أرجع للنهاية بطولة أفريقيا عاماته أحمد الشيناوي يعني تاون شيب هناك وتاون شيب هنا عامل مشروعين كواسين جداً حرية كوناكري هناك ستيف ستيف هناك يا مهيب إحنا جاء علينا 12 كورنر و12 تصويب على المرمو عمر مكان كهذا الكم بيجي على النادي الأهلي ولكن زي ما قلتلك إحنا كنا مسكنا في فترة صعبة جداً كان مقصة لعيبة كثير جداً أصابات كثيرة جداً وده يمكن النادي الأهلي تدركه في شهر واحد جاءت أدعيمات قوية جداً حصل زي ما قررت الأهلي بيجي عليه فرص قديدة الظلمت؟ أه طبعاً الظلمنا بس بدون قصد يعني إحنا الظلمنا بدون قصد ليه؟ إحنا كنا جينا فيه لعيبة كثير جداً كانت مشيت وبعدين كان ابتدأ الوقت كان دايق شوية وما كانش شي برده الظلمت من مين؟ والله هي بقول لك هو ظلم غير 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 من مين؟ حتى لو ما كانش غير من محصول يعني فرصة أن أنت تضيف فيها أنا ضيفنا كولو بالي اللي هو السيرتباك اللي جيبناه وأعتقد حد تاني لكن النهاردة أنت القايمة في شهر واحد فتحت ضفت فيها لعيبة كثير جداً وطلعت لعيبة كثير جداً فده ساهم أن فرقة كرة القدم مهيب الحارس المرمى مش بيلعب لوحده طيب، إنت شايف لو كانت التدعمات دي والأسماء اللي موجودة دلوقتي موجودة مع كارتيرون كان ممكن؟ عملتوا حاجة تانية؟ والله كل شي كان ممكن النادي الأهلي طبعاً يعني هو النادي الأهلي أصلاً ماشي دايما النادي الأهلي اسمه وذات نفسه يعني أي فرقة بتلعب نادي الأهلي يمكن عايز أقولك مش عايزة تلاتينة أربعين في المية بتبقى هيبة النادي الأهلي ولو كانت التدعمات دي موجودة احنا وصلنا بقول لحبابك نهاية أفريقيا مش فشل الفرقة احنا السنة اللي قابليها يمكن مع كابتن حسام وماشاء الله كان برضو مجموعة قوية جداً وصلنا نهاية أفريقيا وماخدناش خسرنا من البداد البيضاوي فالنهار دا انت برضو بقرص ايه بس انت خاركت من أفريقيا خاركت من بطولة العربية انا ما خاركتش من أفريقيا انا لعبت نهاية أفريقيا موفقتش ان انا اوصل للنهاية في ظل الظروف اللي الصعبة انا مخدش بطولة بزبط بس دا على طول خاركت من كاس تاني يعني بطولتين بطولة عربية طبعا هي دي هي دي اللي عملت عن الناس مشكلة ولكن مش بنحمل حراس المرمى للكلام ده الشناوي اذا انا بقول له حضرتك في خلال مشوار البطولة الأفريقية عام ماشيو كواس جداً التراجي في المدور المجموعات هناك عام ماشيو كواس جداً انت مش هتقدر تحمل مسؤولية حراس المرمى لانت المسؤول عنه لا والله مش بقول كده استاني بتكلم الاركام مش بتكلم ان انا بقول الشناوي هنا في الفاينال اكسيناتها 3 واحد ارجع للماتشوف شغال كم فرصة انفراض وشغال كم فاول من المقص الكرة مش شوطة قوية جداً شغل وتحركات ورا المدافعين كرة عرضية اللي تعاول معهم تشتغل على الحراس كلها؟ بص بص ان انت كلهم يكونوا جاهزين؟ طبعاً النهاردة تدريب الحراس مرمى اختلف ودي الحتة اللي احنا عايزين نتكلم فيها عشان ندي يعني يعني هو ده المهم احنا عندنا زي انت بتقولي من شوية عندنا خمات كويسة جداً 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 في كل الاندي ولكن انا بقول ان احنا كمداربيين لازم نشتغل على نفسنا شوية تدريب اختلف في العالم كله في حراس المرمى عندنا خمات كويسة طبعاً مع احترام الحراك وكلامك والحضر اللي وقف في كاس العالم ومريء دي كم واربعين سنة؟ اه اه اربعة واربعين خمسة واربعين سنة طبعاً طبعاً يعني قدك وده 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 نقطة مهمة جداً كنت دايما نقول يعني ان عصام ربنا طبعاً عصام يعني اسطورة طبعاً ما شاء الله طبعاً لكن ان يلعب يبقى حارس رقم واحد وخمسة واربعين سنة يبقى برضو اعتقد يكون ممكن يكون فيه تقصير صح من الحراسة الصغيرة ممكن يكون مش ماشيين كويس يعني او او ده لانا بقوله بقى ان انت النهاردة ازاي كمداربين نشتغل على نفسنا ليه والنهاردة احنا عندنا خمات كويس طب ايه اللي حصل ساعات بيحصل مثلا دروب عندنا او ساعات بيحصل عدم هل فيه تقصير من الشناوي الكرامي والشناوي الناس كانت بيشتغل كويس جداً بس التقصير في ايه بقى والنهاردة زي بقولك انا اللي بقود الحراس يعني عايز اقول ايه اولاً الحارس لابد ان امركز تركيز يعني يعني انت بتدوله شغل المفروض انه هو يستوعب هذا الشغل عشان لما ينفزوا يبقى ليه شكل احنا النهاردة بنشوف ترشتجين ونشوف ادرسون ونشوف أليسون ونشوف دي خياء اللوان دي ايه الشكل ليه مختلف يعني هولي حضرك حاجة قتلتكم مادريد لو تابعنا كده الفترة قبلك يعني مش قبلك بس لو تابعنا الفترة العشرة سيني اللي فاتوا هم هم كان عندهم طالع من عندهم مين دي خياء جون طبعا من منشستر وكان عندهم كورتوا بعد كده كورتوا وكان مش كويس جدا مع أطلتكم مادريد وبعد كده اشتراه تشيلسي وبعدين راح بالدورة انجليزية مؤخرا قبلك حارس سولفين النهاردة ليه حراس مارما أطلتكم مادريد في الفترة السبع تمن سنين اللي فاتوا دول ليه كلهم كويسين محدث سأل نفس السؤال ده شان الدفع سيميوني هو مدير الفاندي جاز بتاعه مين عنده اللي هو المدرب العام المدرب اللي بعد هي حارس مارما اه مدرب حراس مارما ومعاه كمان المدرس اسم بابلو فيرسون بابلو فيرسون ده مدرب حراس المارما هو مع السيميوني من ساعة ميسيك أتلة كوماندريد بالضبط النهاردة لما يطلع ديخيق بالشكل ده ويطلع بعدي كورتSound بالشكل ده ويطلع بعدي قبلك النهاردة فيه ايه بنسأل نفسنا يبقى النهاردة يعني كبير وليه تأثير في حرص المرض عند سؤال